تمام نرجع بقى للقلب القلب بقى الصمامات الشرعين على فكرة ضغط الدم العالي أحد أمراض القلب طبعا 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 القلب عبارة عن قلبين وأنا قلتك كلمة دي أفريكا ده قلتني ما نرش أحب اتنين عشان مليش قلبين هو قلبين دورة دموية قاسية ودورة دموية بسيطة قلب شمال وقلب يمين لكن ربنا سبحانه وتعالى لزئهم في بعض يعني هو مفروض ده قلب وده قلب يعمل عليها البطين والبطين في بطين أيصر وبطين أيصر البطين أيصر يقوم بالعبء الكبير ليه؟ هو ترمبة أعمل كده أطلع الدم ترمبة فالشمال لما يعمل كده يوزع الدم على الجسم كله غالبان ربنا قال له أنت مسؤول على المخ والكلم والأمعاء والكبد ورجلية وصابع رجلية ده جزء اليمين ده الشمال الشمال بيعملين؟ المطين الأيصر يوزع الدم على الجسم آه هو اللي بيوزع كله كله طب واليمين ده لذيذ جدا عشان كده أمراض اليمين أقل كتير جدا من أمراض الشمال اليمين يطلع الدم على الرئة بص علىك المسافة الدين طب ده لذيذ يعني ده بيلعب ده بيلعب عشان كده سبحان الله سمك الشمال غير سمك اليمين Oh على قد عمله على قد عمله فاليمين ذه قلب مسؤول عن دفع الدم إلى الرئة طب social بروح للرئة ليه؟ عشان أخذ أكسوجين لأن الأكسوجين هو اللي معيشني بس عايزة أقول كلمة على الأكسوجين أن الأكسوجين قاتل يعني فيه ناس كتير لا يستخدم يعني أنا شخصياً يعني الشغل في عناي مركزة فعملت إحصائية كده من غير ما حد يحس مين اللي بيحطك مامة الأكسوجين العين والله إحصائية خفيفة أوي جد والحمد لله بفضل الله لقيت واحد بره برده عمل في إنجلترا ونشرها ودخلت في كتاب تفتكر عرك مين اللي بيحطها مين أهل العين هم اللي بيحطها له ما هو شايف بتاع متعلاقه أكسوجين والأكسوجين في رأيه وفي نظره هو الحياة صحيحة فالديني شوية ديني شوية الديني أكتر فالأكسوجين قاتل لما أدي واحد أكسوجين باستمرار وبدون داعي بقتله لماذا؟ دلوقتي حرطك ربنا كانت سهل جدا عليه يعمل الجود أكسوجين لا طبعا لعمل خمسه خمسه لو عملوا كل الأكسوجين حينسفنا عركة لما تقطع تفاحة وتسيبها بتسود صحيح بتسود لماذا؟ بتتأكسد بإيه بالأكسوجين طبعا ما نسود الرئة طبعا ما نسود فربنا سبحانه وتعالى عمل لنا مواد مضادة الأكسادة صحيح أما تشوف الأكسوجين تمنع الأكسوجين إنه يقزيني مواد مضادة للأكسادة تمام؟ فلما ندي واحد أكسوجين على طول بخلص هذه المواد بخلصها بعد يوم بعد نص يوم بعد ساعتين حسب أي حالة الأكسوجين حيضيع المواد المضادة الأكسادة في جسمين بس حبق زي التفاحة لما تقطعت وتسود اه يعني ما ما يبقاش باعث بيزورها حد في المستشفى ولا بتاع ياه يحط له الكمية يقول ده قديني بس شوية هذي واحدة طبعا عنده شغل المحاكمات والممرضات والدكاتلة والأجهزة اللي بتتكلم ده له جرعة الأكسوجين عقار الأكسوجين عقار يبقى له مسببات في استخدامه وفي موانع في استخدامه وله جرعة أنا مرة كنت مع حسين فهمي فجاب كاسة فيها مية كده وفتح بكت كلا صغير زي بتاع الشاي يعني وحط مادة كده ذهبي شوية وأنا شربها مواد مضادة الأكسادة قال لي لا ده أكسوجين هل لي باشرب أكسوجين لا لا العكس هو والله قال لي كده أنا بفتر أكسوجين عشان يستل عشان كده وخده أحمر وش أحمر جامل ايه الحكاية دي يا دكتور لا طبعا ده مش لا ده فعلا ده أدوه أيوة بس مش أكسوجين الخده ده مش أكسوجين هو علاقة بالأكسوجين يعني أه ليه علاقة هو مواد مضادة الأكساد ياخد فما واحد يقول لي طبعا أنا عايشتري بقى من الجلترة وأمريكا مواده طبعا لا ما تشرب لمون ما تشرب لمون أحلى مادة مضادة الأكسادة فيتامين سي فيتامين سي عشان كده المواد المضادة الأكسادة لها علاقة وثيقة بالجهاز المناعي بتقويه بتصلحه ملاش بتقويه عشان طيب عشان كده يقول لك خد لمون كتير والكلام ده مش هبل مش هبل لمون كتير ده مواد مضادة الأكسادة ولما تتبقى غاني جسمك بالمواد مضادة الأكسادة أنت تخدم الجهاز المناعي دون أن تدري دون أن تدري وفيه حاجات كتير جدا مش الإنجليز قالوا وان ابل ايدي يا صعيح كيف ده دكتور قوي تفاحة في اليوم متروحش للدكتور تروحش للدكتور طبعا هنشوفك إزاي دكتور حسان